هنا يا جماعة صارت فيه جريمة قتل في فلة فور وصار فيه قاتل وأستخدم سلاح في مكان ما في هذه الفلة وحط الجتة في نص الفلة اليوم أنا سعنت بعدة محققين أساطير المحققين هم الأشخاص اللي راح يحلون هذه جريمة القتل وأنا راح أعاونهم على حل هذه القتلية اللي تعتبر غامضة وصعبة جداً لحلها المحققين الأربعة هذولي ينافسون بعض ولازم فقط شخص واحد من هذول المحققين هو اللي يكتشفها ممنوع على المحققين أنهم يتعاونهم مع بعض كل محقق لازم يبرز تفاصيل الخبرات التحقيق اللي عنده عشان يكتشف القضية وحلها فأول محقق معنا يا جماعة رحبوا معي ريان الغامضين المحقق الثاني جبناه يا جماعة خصيصاً لهذا الوضع المزري اللي صاعد بالفلة رحبوا معي بالمحقق صحيب التميني المحقق الثالث المعنى هذا يا جماعة مرشح لأفضل صانع محتوى على التيك توك نعم الله أعلم ما أدري ليش جالس أذكر هذه الإنجازات ولكنها مهمة تذكرها رحبوا معي بأخو القوت ركاان الغامضين المحقق الرابع ما أنا في هذا القضية محقق استثنائي درجة أولا رحبوا معي بي اف ار اي هذا ماهو إعلان هذا شي يا جماعة أنا قسم بالله فخور فيه أنا ترسحت إلى جائزة أفضل مؤثر في الوطن العربي للجوي أوردس 2023 وللي ما يعرف وش الجوي أوردس هذه جوائز تعطى الأفضل المؤثرين للعام 2023 سواء كان للعبيد سواء كان للأفلام أول مسلسلات فياربي لك الحمد فضل الله ثم بفضلكم وصلت إلى هذه المرحلة والآن هي مرحلة تصويتات والمرحلة النهائية فيها وأنا بأمس الحاجة إلى دعمك وتصويتك إذا في يوم من الأيام أنا خليتك تستمتع ولا خليتك تستانس ولا أني غيرت من جوك وخليتها إلى الأفضل وأنت حاب تخليني أستانس وأستمتع هذه هي اللحظة اللي أنا أحتاجك فيها بشكل ماهو طبيعي أنا حاط رابط موجود في الوصف رابط تحميل تطبيق الجوي أوردس إذا أنت حملته تقدر في هذه الحالة تصوت لي أول شيء أضغط على الرابط وحمل التطبيق بعد ما تحمل التطبيق راح تطلع لك هذه الواجهة سجل تسجيل دخول بجوجل أو أنك تسوي حساب جديد بعدها تقدر تشوف قائمة مسلسلات قائمة الأفلام وفي قائمة المؤثرين واللي أنا موجود فيها اختر المؤثرين والمؤثرين المفضلين بعدها راح تطلع لك صورتي أبو نوح أضغط عليه ثم بعدها أضغط على كلمة تصوت وبكذا أنت صوت لي ومرة مرة أفتن ويبديك تصوت لي بأكثر من حساب إذا تبغى تسوي لي بعشر حساب حساب خمسين حساب تخلي عمانك خوالك عيال عمانك اللي أقارب كلهم وأخويك يقدرون يصوتوا لي هذا الشي يعني لي ويخرج ميعي مرة فشكراً لكل واحد صوت لي والله يسعدك دنيا وآخرة كمل المقطع واستمتع أول شخص من بينكم يكتشف القاتل ويكتشف سلاح الجريمة ويكتشف المكان اللي صارت فيه الجريمة راح يأخذ لقب أفضل محقق طبعاً زي ما تحرفون القاتل سحب الجثة من مكان الجريمة الأصلية وجابها إلى هذا المكان هذا المكان مو هو المكان الأساسي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنا يا بدر يا جماعة حليت القضي عرفت منه القاتل وشه السلاح ومكان الجريمة فراح أساعدكم وأعطيكم أوراق الأوراق هذه هي أوراق تبريئة معناته إذا جيتك الأوراق هذه أن الشخص هذا أو المكان أو السلاح راح يكون مبارأ بشكل كامل ممتاز؟ ممتاز كل محقق يشتغل الحالة ممنوع منعبات أنه المحقق يساعد أي محقق ثاني أنا الآن راح أوزع لكم الأوراق الأوراق هذه يا جماعة هي أوراق تبريئة الآن معكم جميع الأشخاص المبرئين والأسلحة والأماكن عليكم أنكم تكتشفون مين هو القاتل والسلاح وين المكان اللي صار فيه زي ما أنتم تشوفون قدامكم هي هذه أسلحة الجريمة واضحة اللي صارت أو المحتملة أنها سببت بالجريمة القتل راح يكون لكل شخص منكم جولة في هذه الجولة اللي عليك أنك تتهم شخص تتوقع أنه سوى الجريمة واستخدم السلاح والمكان فيه وإذا شخص ثاني عنده اعتراض ومبرأ من جهته يوري الشخص اللي يأثني الأوراق بكل بساطة موجود فيها أسامي القتلة المتوقعين وأسامي الأسلحة المتوقعة وأسامي الأماكن اللي ممكن تصير فيها الجريمة كل شخص الآن راح يتوقع من المجرم الشلاح الجريمة وينما كان الجريمة اللي صارت فيه فراح نبدأ بالسلسل الآتي صحيب راكان فيرفل ريان بعد ما تنتهي الجولة راح يكون فيه تحدي جداً قول والتحدي هذا اللي يفوز فيه راح يسعب بطاقتين من أي شخص ثاني بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين راح نمشي الآن الجثة يا جماعة لأنه عشان ندفنها راح نشيل الأماكن هذه عشان خلاص الآن وقت التحقيق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أريد إياكم أن تنمشوا معي شوي لو سمحتوا شوفوا أنا مجاي من أمون قسعباً ايه أنا أعرف القاتل تعرف القاتل القاتل لازم يطلع الآن ولا ما أفهم ركزوا معي المكان صاد فيه جريمة هو المسبح والأداة اللي بإيدي عجرة واللي دابحه خالد بلو خالد بلو تعرفوا أنتم هو رسيق بده أداة قوية وهذه تقيلة فلازم يكون عنده قوة يضرب ثم يتركها ويسحب الجثة بما أنه هو قوي قوي ويضعها في مكان ثاني ويحرق سهيبي يوم قال لبلو دبح الجثة في المسبح بلو ما يغطس يا جماعة بلو ما يطب المسبح إيش العقلية هذي أنت وين توقع خالد بلو يطلع من المسبح بما هي الجثة أستخدر هو دبح وين يعني في المسبح دبحها بالمسبح بسم الله الرحمن الرحيم بالمسبح تعال كان الشخص يتلع يشوف الأشياء على الأرض ضرب ضربوا مورعين ضربوا رمى العشرة طلع خالد بلو عشان خالي المسبح عباه ماء عشان الجثة تطيش وتركها في المكان هذي اللي لقنا فيه هذا الأطوقع بما أنه خالد ما بيقدر يحمل الجثة من تحت عبها ماء عشان يطلعها بكل سهولة سهيب اتهم خالد بلو في المسبح بعجرة كيف شخص تذبحه في المسبح وبعدين تطلعه وتوديه مكان ثاني خلنا في المسبح عدام النبي موت خلاص مات هذا عندك اعتراض نعم عندك اعتراض عندك اعتراض المحقق راكان عنده اعتراض على قضية نعم عنده اعتراض مباشر مرة واحدة نعم هذا اعتراضي هذا هو اعتراض الأستاذ راكان اعتراضي يا اخوان وأنا كل يقيم سهيب بدأ بالجريمة وأول سلاح اللي هي العجرة لكن يا اخوان من الأسد العجرة موجودة من الأدلة اللي تبري الجريمة فلذلك كان اعتراض واضح وصحيح من جهدي وارتحت مرة انه كان عندي اعتراض وانه كنت أول اعتراض الآن بما انه صار فيه انه في الاتهام حقك راح نشوف للمحقق الثاني راكان من يسوى الجريمة؟ من يسوى الجريمة؟ ايه؟ انا اعتقد وبكل بساطة وبكل وضوح صاحب الجثة أبو السعد اللي ذبح أبو السعد نعم وأبو السعد اعتقد انه ما نزل المسبح كان فوق المسبح في المسبح يعني نعم الجريمة في المسبح؟ نعم بس انه؟ طوح يقول جثة في المسبح طيب غير قل شي تاني تصمل على المسبح عمار انت ولا وش شو؟ دقيقة دقيقة طيب الجريمة في المسبح؟ هل الاحترام؟ موجود بين المحققين ولا بنبدو نغلط على بعض؟ بالعكس آه عادي اي شي كل محقق ما تعرفنا عليك انت من انت؟ تاني وين جاي محقق غينك؟ دقيقة ما عليش ما عليش شو؟ يا المنديل يا الحطف ما السلاح اللي يستخدمها بساء؟ اااا اللي يستخدم بساعد السلسلة السلسلة؟ نعم نعم وشان صارت العملية؟ طيب العملية بكل بساطة هل يصارت جو المسبح ولا فرر المسبح؟ لا 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 الان اسرح لك انا يتغاني لا 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 انت تنزل تحت يا مديك؟ انزل تحت؟ اي نعم اتوقع انه كان جوعان للامانة فالاسف حصل ضحيته كان معطيه ظهره يتسبح ومستمتع فجاء أبو السعد وبكل بساطة يحسب أنه دجاج الظاهر لكن اللي صار اسم أبو السعد حللني فخلق الظحية بكل بساطة خلقه بالشكل هذا ومتاز وبعدها قدر أنه يسحب الظحية لأنه الموية كانت مرتفعة فكان سهل أنه يسحبه ويطلع إلى وسط الفلا وبعدها بكل بساطة فضل نسمحه هذا اللي حصل في القضية طيب بسم الله رحمن رحيم فالآن نشوف هل الشباب عندهم اعتراضات؟ سوف نبدأ مع فرق سوف عنديك اعتراض عني صار؟ أكيد عندي اعتراض أول شيء إذا الواحد يذبح بالمسبح لماذا لا يجعل الجثة في المسبح؟ لماذا يطلعها؟ تم أنه يموت أول شيء تعاقلنا بذلك الاعتراض را كان اتهم سلسلة أبو السعد ومسبح مرة ثانية سلسلة عندي فأنا أقدر أبرأ أن أستخدم السلسلة وما أتوقع أن أبو السعد يقدر أنه يأخذ الجثة من المسبح ويضعها برها خلونا صادقين شوي طيب بما أنه دحوم كان عنده اعتراض فمعناته ركان من الثلاث أشياء الحكاها كان فيه واحدة اشي بريء اش هي؟ الله أعلم فعشان هيك أنا حطيت نجمة جنب الثلاث أشياء أنه فيه احتمالية واحد من الثلاثة هذون ويكونوا بريئين الآن مع تحقيقات فيرفل مين الشخص اللي تتهمه؟ وين المكان فيه؟ ومش السلاح؟ أنا أتهم بهاء بهاء واستخدم السلاح المسدس المسدس بهاء غرفته وين؟ فوق فوق قريبة من السطح تمام أنا أتوقع أنه طلق على الضحية من السطح وطاح من فوق على نفس المكان يعني اتهامك أنه الجريمة في السطح؟ الجريمة كانت في السطح والله يا جماعة التحقيق منطقي من السطح طلق عليه هذا السطح اللي فوق والمكان كان على نفس المكان اللي صارت فيه الجترة لأنه لا يوجد أحد يتبح المسبح ويطلعه فكرة أيوم أنه انتهم بهاء أنه قتله من السطح والجتة طاحت هالطول على الأرض أقسم بالله كما قلنا انترستيك أنا الصراحة شوفه موديل صراحة لبس هذه الكشق أشوف أي محقق قدامي هل لديك أي اعتراض؟ أستاذ ريان؟ نعم عندي اعتراض فضل الأستاذ بحوم والله تحقيق جيد والله تحقيق تحقيق حلو أنا قفتة اعترضت على بيربول أم كانت تحقيقاً أسطوري مرة واعترض علي ريان أنه معه المسدس وقدرت أني أبرق المسدس ما أقدر أبرق بها ولا أقدر أبرق السطح بالنسبة لدحوم حكى مكاني جري من السطح صراحة أنا عند السطح وواحدة من التنتين اتذكرهم أجعلهم اعتراض اللي هو المسدس واللي هو خشب يعني مليون بالمية واحدة من التنتين هدول خمسين بالمية خمسين بالمية أحفوني بريئين فإيش هو؟ الله أعلم بالرعود الجاي رح أسأل على خشب وعلى المسدس ومكان مجهول عشان أقدر أطلع إجابتين مش إجابة المحقق الرابع عطنا اتهامك وين المكان؟ طيب اتهام من الشخص اللي هو روب روب ايه نعم بالأصل على ذاك حرفته أيوه دبحها بالمكان بالمطبخ بالمطبخ؟ ايه نعم استخدم السكين الله أكبر دعونا نشوف نروح المطبخ ونشوف شو صوت الجلمة ريان اتهام روب في سلاح السكين بالمطبخ ولكن المطبخ عندي طيب يا جماعة راح أسطم الجميع كيف قتله يلا طيب روب طبعاً كان نطلع السكينة كان يقطع الجزر روب كان نقطع الجزر ايه 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 برريق صحر طيب كان يقطع الجزر لعلا بالغلط رب طعن الجذة برصBir كان يبغى يجيب القهوة كان يبغى يجيب القهوة كان يقطع جزر ما بره يقطع جطع برس掴 ههههه صحر لم تورط ايه تورط واينه ودي جثورك رماها حالة طول عند الباب وزبن انترستن انترستن بسم الله المحقق هذا اللي يلابس منديل انا ما ادري شبه في الحياة وعنده كبريا شايف نفسه ما يشوف احد شيء مو بجايزة للاهدمي هذا هاجه اللي ودينا المطبخ يقول لي روبي قطع بوصل عسام بالله ما عنده معن جدي سهايب هل لديك اعتراض؟ عنده اعتراض الله لي وفنك انا عندي مو اعتراض اتري طريقة اتري اتري طريقت اعتراض هل تظ媳ت اعترادي؟ بالن versus انا من 왔 verbal ثم السهايب اعتراض لأني اسجل Starting In Of We are قاعد المطبخ انا متيأن انسجل عندي نقاط لأماكن اللي قد تكون فيها الجريمة لكن نظرت يوم صنع المطبخ ان اعتراض صهيب يكون على شيء واحد فقط اللي هو المكان لا السلاح ولا الشخص اللي سوى الجريمة ويوم صهيب اعترض عرض مباشرة ان صهيب اعترض على المطبخ والله يا ريان جبت العيد ريان حكى سكين روب المطبخ انا عند السكين وبهذه الأثناء حسيت الشباب بدهم يتكلمون بدهم يتحدثوا عن اعتراض فمعناته روب او المطبخ هذول شغلتين كمان بريئة فبرضه نحط عليهم نجوم بحيث انا عارف انه هذول برضه في احتمال كبير انهم بريئين فالان اللي بفكر فيه انه اي اشي انا احاط عليه نجمة ما اسأل عنه اسأل على الشغلات الما عليها صح ولا نجمة بحيث اقرب اكتر لجواب الصحيح صهيب اعترض على غيان ولكن انا ما اعرف ايش الاعتراض الاعترض انا عندي المطبخ وصهيب اعترض اعترض بعد ما خلص الاعتراض حقه في بعض المحققين اخي قال طيب اوه انا عندي اعتراض فقدرت اني انا احلل على طول ان السكين بريئة وانه روب بريئة التحدي اللي راح يفوز فيه راح ياخذ بطاقة من شخص ثاني هذا التحدي بطاقة واحدة اتقلت هنجين وعشان ريان بطاقتين يمينا بالله اوه تعرفون ايش هذا ثلج الجاف هذا يا جماعه ثلجة وفي رفل الجارة توقع واوه شايف الهوه يطلع شنون ثلت جاف يا عيال كيف؟ انا مشيت عليه بس ابغاك بس تمسكها مدة 5 توقع هذا التحدي لا لا ما تحدي هذا بس عشان يعرف المشاهد وشه فلج الجاف تتضربيني مثال التعمار 5 ثواني 5 ثواني بمعنى أنت ما قد تجربتها ها، أعمل كثيرا أعطي كثيرا؟ بسكحة عادة واح خلّ اوه يا إيلب والله مبالغ سعني صحيح ماذا جربتك؟ لا، جربته أنا لا، لا قد تجربتك والله جربتك خلّنا شوف أمجاهتي نشوفه بس عشان أن نشرح التحديد شيف؟ والله هون لا، هذا ربيب ثاني بكل بساطة الشخص اللي راح يفوز بهذا التحدي راح ياخد بطاقتين من الأشخاص الثاني وشخص واحد يختار ياخد منه بطاقتين عن نفسي ما راح شارك كورا يتحدي البفوز عن نفسي هتخر بالتحدي بسم الله الرحمن الرحيم أنا دخل التحدي اللي أبغاه منك حلو؟ أكثر شخص مدة يحط يده على الثلج الجاف راح ياخد البطاقتين من أي شخص يختاره مين اللي راح يشاركون في التحدي هذا؟ صحيب فيرفو منسحب من التحدي مو منسحب لا، لو سمحت لا فيرفو منسحب مو منسحب لو سمحت تمام مو منسحب ثلاثة ثلاثة أكشن ربيك ثانية وثمانتعشر جزء منها واحد اثنين ثلاثة ثانية ثانية فاصلة ثمانية وثلاثين جزء من الثانية يعني؟ أنت أعلى مصابة بأجزاء من الثانية ووف حبيبي أصبت فكر أياً؟ اضغط ما عرفت تحديها كدا، بأعطيكم معلومة لا تفكر، التحدي فكر أشياء هانية أنا أنا بفكر لما بعد ألعب الكود وصفت روند محاسب ما عم ذلك الفريد؟ ثلاثة أول ما تحطي ايدك، أبحط واحد، اثنين، ثلاثة واحد ياس 35 يا جماعة يعني راح كان الي فارس أبغا عيد أبغا عيد أبغا عيد بقلين يزودون على الوقت انت زود يا جماعة الوقت جدا متقارب وفي احتمالية أني أنا يبدأ أكون تأخرت أجزاء يكون التأخر من عندي أنا فهذا الشي الصدق يعني يضر أنه أحكم مو بالعدد راح نغير التحدي راح يصير في نفس الوقت تأخذونه وتحطونها في يدكم يعني اللي بتأخر أبقلكم اللي بتأخر بعد ما نقول ثلاثة اثنين واحد راح يطلع بسرعة ثلاثة اثنين واحد راكام برد صحيب فاسد اللي فايز معنا بالراوند الأول من التحديات هو صحيب إيادة ثمين من الشخص اللي راح تأخذ منه ورقتين الشخص سوي نفسه من سحب واثق من نفسه نعم طيب حضرة بدرة قال لي عمي عدل عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شتة سبعة ثمانية تسعة عشرة أطني أخذ حقة عمي عمي هون عمي طيب يلا عطوا ورقتين أعطوا ورقتين اللي أبغى أعطوا ورقتين اللي تغى بسم الله لقد قدرت أخذهم هذه الورقة وهذه الورقة وبما أنه أجل تحدي ما أنتم تعرفون أين أنا هذا التحدي بصراحة أنا عمي لديت لك وقت الثلج حكامت طب إيدتي كنت أحرجها بحيث ما تستطع مكان واحد مثل الثاني ممتاز ممتاز فاكسبت كرتين جدا جميلين أول شيء طلال والثاني الصالح فمعناته كمان هذون الاثنين أو المكان الأول والشخص بريئين مئة بالمئة فهذا الإشي قاعد بساعدني أن أحاول أقرب على القاتل والأداة ومسرح الجريمة الحين الراوند الثاني بعد ما خلصنا التحدي صارت عند صهيبة الآن كم عدد الأوراق اللي عندك صهيبة؟ ستة أوراق؟ عندي ستة ستة أوراق راكان عنده ورقتين فقط تيربون عنده أربعة عندي سبعة أنا صار عندي ثلاث ثلاثة أربعة أربعة يا جماعة الآن بنبدأ الراوند الثاني تمام؟ وكلما لكم جالسين تقربون إلى حل القضية وصراحة على اللي جالس أشوفه حالياً في محققين جالسين يتقدمون وبشكل يخوف مرة الفترة الحالية أنا كمحقق محترف جالس أشوف الأفضلية حالياً عند فيرفل الشخص في موازات مع فيرفل واللي هو صهيب والسبب أنه فاز في التحدي الأول وكسب وصارت معه سبعة أوراق وتساعده على أنه يحل المرتبة الثانية صراحة محقق عنده استنتاجات مرة ذهين ومرة خطير واللي هو ريال والله و... والله و... طيب المركز الأخير وبكل جدارة يا جماعة والله العظيم بكل جدارة اللي هو ركام لو تفوش المقطع هذا كدامهم أنا؟ أقسم بالله للأظيم أه؟ أنك عشر الله في الله أقسم بالله من شاء الله من شاء الله لا أقسم بالله تمام إذا شخص قال أنا أعرف القاتل وسلاح الجريمة والمكان والراحة لازم أعرف كل شيء لازم تعرف ثلاثة كلهم رأيته ويدري رأيته لحسب أنه إذا أعرف الشخص الشخص يمكن أن نقال يا حمار في حال أنك عرفت ثلاثة أشياء ركان رح تجي في المكان هذا هذا المكان إذا الواحد وصل إذا هذا المكان يقول أنا عندي الاعتراف إذا قال أنا عندي اعتراف وصارت الإدانة حقتها غلط رح يطلع بره المقطع نبدأ مع صحيب من من البداية؟ بسم الله صحيب تتوقع أن القاتل أول شيء مين؟ القاتل أتوقع أنه إبراهيم العمري المرة الأولى شك في خالد بلو الآن إبراهيم العمري نعم صحيح والسلاح؟ السلاح؟ شاله من دانو أبراهيم العمري شاله من دانو في غرفة غرفة صحيب بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نشوف ما صارت الجريمة؟ طبعاً يا جماعة الخير سأعرفكم على صديقي في الغرف الجميل الرهيب مانغو هذا مانغو لازم أطلع افتالك تعال والله مدير والله لا خليه هنا طيب طيب عشان تعرف ياه تطقي المصببية ولا تطقي 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 شو يقب يعني؟ تعال ما بخوي والله ما يخوي بكيوت يا عيال عسى أن تعملوا ريان معي ريان معي صبب متاعك إبراهيم العمري وأنا برا الغرفة كان باب مفتوح وكانت ضحية عندي ضحية جاء تابع عندي سينما طيب أنا الضحية وشتون؟ كان يتابع أنا جالس الآن كان يتابع لا والله كان يتابع صح صح شحبه من دانو آه 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 أيوجا صدقاه آه 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 أطع دانو هلو شحبه الأيديو ومات ثم انت شحبه ورمان في المكان المجهول هداك ممتاز صحة مو مقنع يعني ما توقع في هذه مدهة زرادية من إذه دحوم عندك تلط؟ معنك إعترض تاورني إعتراضك تعال تعترض علي أنا ايوه عمشي قابل مرحي تاعلم مرحي عددوا أنه هذا المحقك كذب بي رمي تهابات باطنة ما صارت في غرفة مممم خالص تمام تمام ممتاز ممتاز لما سألت السؤال هذا كنت بده أعرف مكاني الجريمة فقط لأن عندي زرادية وعندي إبراهيم العمري عندما ألني غرفة صايد معي اقتنعت أن هذه الظرفة برضو عليها براءة لو لم أفرجم إياها كنت أعرف مكان جريمة ركا دورك الآن الاتهام بكل بساطة كالتالي الاتهامي القاتل بكل بساطة إبراهيم العمري هذه خلصين منها اسميهم على إبراهيم بعيد الله شو جاي من الجهور فيها يا أرجوك أرجوك قال لي لا تقاطع لو سبعت القاتل في هذه القضية وبكل بساطة وبتأكد مئة بالمئة يبراهيم العمري طيب السلاح السيف الأسود هو الوحيد اللي إلى الآن ما حجب طريقه ولذلك آخر بيقاطعوني طيب وين المكان؟ لا لا بيقاطعوني وين المكان؟ المكان المواقف ويلا شيف المواقف؟ نعم خلونا نشوف شو مواقف برضية وصلنا الآن إلى موقع الجريمة أو مكان الجريمة اللي هو المواقف والقاتل أستخدم وبكل بساطة عن جزء المشاهد السيف الأسود السيف الأسود ويتشفون كم يحدف؟ تويتشفون تقول يدمح يدمح الآدم يكم استعجله أنا ميطòng كم 49 أنا والله أستبدو لم أجwości أمثل معك في هذه ACE جرب طعنه اللي حصل إلا إبراهيم العمري رجع من أندوناسيا وفي واحد كرم شخصا معاه وينتظر حتى أنه إلرجع من أندوناسيا وugalصر ت الضحية أمام عينكم بالت competitors ولأنه شوفوه ما شه نقول يا شباب؟ اي نعم انداف ملاحظة أنا بس عندي ملاحظة شوي ليش القاتل يضح المواقث يحط الجثة صحي بكل بساطة تبريري لهذه النقطة ممنطقي هل يبغى أنه يكون يلوم الناس للأشخاص القارب يبغى يبعد عنه التومة وشبهات؟ ما عندك أي اعتراض هل عندك اعتراض؟ يا رب يا رب قربت يا رب هذا هو محقق أعلم أنه محققين تعال أولاك يا غبي لا لا صد ولا صحيب تعال عنده اعتراض ها هو اعتراض لا تعبير ولا شيء هذا الاعتراض يوم ما سأره كان هذا السؤال كان هو على حسب الترتيب اللي احنا مقفينه لازم في رفل يحكي تبريئته أو يعترض ريان كمان معطرض يعني السؤال السأله ركان على المواقف الكرت معاي إبراهيم العمري الكرت معاي السيف الأسود ما هو معاي فيعني أنا متأكد هون أن السيف الأسود هو شلاح الجريمة وبرجيته إبراهيم العمري وجاب العيد طب دقيقة دقيقة اعتراضك الآن على إبراهيم العمري لا لا على القاتل تبقوني جاسم 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 جو 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 والله زي ما انتم شايفين يا جماعة عشان كذا أنا يبادر حاط الركان عشر آلاف ريال في حال المفاز الشي اللي سواه المفروض ما يقول هو الآن ساعد جميع المحققين اللي موجودين وقال لهم الورقة اللي وراها لهم صهيك واللي هو إبراهيم العمري فالآن الجميع كلهم يدرون أن إبراهيم العمري أنا عندي كلمة أستاذي أنا أشوف أنك تذبح مع الجدة بسم الله الرحمن الرحيم نروح للشخص اللي توقعاتي الله يستغمنناه يا أخوان ساكته هذه اللي طول الوقت يذكرني بالمحقق اِل في حال التحقيقة للجرعة انا اتهامي علىinton فيروس واستخدام السيف الأسود والمكان الممر الخلفي الممر الخلفي ويرنه باللاحي ليش القاتل يحتاج أنه يخفي أثار ممتاز قررنا نيتبح الضحية هنا الضحية وين كانت الضحية كانت من المرخل في قاعد تدور شي للمقطع أي ما يهمني طريقة اللي يدبحها أنا بقى أتوقع شق بطنة شق رجلة أوكي أنا تقاعد تدور صح؟ أي شيت من أوراك وطهنتك أو جيت من أوراك وشقيت أو جيت من أوراك ونحرتك سواء كل الأشياء هذه تنفع ولكن مو سؤال هنا ليش اخترت لم أمرة الخطة اللي أنا؟ الضحية ماما على طول حبت تدور النجدة وقف نبضها في أمام الباب أقسم بالله محقق 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 بالله العظيم محقق محقق لماذا يستخدم هذا السيد؟ لأنه أسرع وسيلة تقتل بدون صوت يا سلام أقسم بالله العظيم إذا قالوا لك محقق فهو محقق ريال هل عندك هترات؟ لا صهيم عندك هترات؟ نعم عندك هترات فضل تعال يا عجيم المنفع دعال أرى الصراحة محقق معني إلا دحوم دحوم كانت تحقيقه أسطوري مرة بس ما نجحت معاه جاء أعترض على آخر شي والحمد الله مشت يوم ما دحوم حكى إنه السيف الأسود وأنا قلت أيها بل نشئ أره ورعهما مر الخنفي وحكى طلال ريال ما هو معا أي براءة بعدين أجي السؤال عندي حكيت أنا أطرد وفرجيله طلب فمعناته السيف الأسود صحيح ماشي صح بس الممر الخلفي هل هو الكرت معان أو مع راكان هذا السؤال فأنا حاطتهن شص كبير على الممر الخلفي الآن دور المحقق ريا وش اتهاماتك اتهاماتي أول شي شكرا للحققين الصراحة اللي أسميهم الفشلة لأنهم ساعدوني يا فاشل في تبريئة شيء كثير صراحة الشخص اللي بروح معه وأقول إنه القاتل بأسمن عليه وأقول إنه روب روب استخدم السلسلة روب استخدم السلسلة وين راح فيه اقتله من السطح السطح اي نعم يا أخوان ش النقة ش النقة في السطح بعد الرماء بعد الرماء يعني تعال الآن الجريمة صارت في المكان اللي فوق هناك الجريمة صارت في السطح هذك اي نعم باستخدام السلسلة عب ما يوريك ايوه اخريك الزفه ثم المامة بعد ذلك شاهدون ر أيها المفكلة اي نعم كان معنك فيها السلسلة اي ولكنها فسقطت طاحنة سكتت طاحنة أمام الباب هل عندك أي اعتراض على الكلام المحقق ريان؟ إذا؟ نعم عنده هذا التقط مهيب جالس يعترض على جميع الأشياء طبعا عنده اعتراض عنده سبعة أمراك بسم الله تعال هذا هو اعتراض أرى طبعا لك و زي أخوك تتكلم شكرا لك لأنك أرحت قلب أرحت قلبك راكال كنت تقول شيء للريان؟ نعم هذا كتب يقول الله ضحكتين لا لكن لا تقول شيء أحسني سحبتها لماذا عادي؟ لا 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 أنا أقول لك عنده اعتراض بيّن لي أنه عنده اعتراض هذا هو الحمار مين تتوقع الاعتراض الذي عندك؟ اعتراضه السلسلة بالنسبة للريان إذا تتذكروا بالراوند الأول الشباب كانت الذين يحقوا شيء على السكين روب والمطخ وكان معي أنا السكين ولما أجل يتكلموا معناته مئة بالمئة يا روب بريء يا المطخ بريء وأنا أعتقد أنه الثلاثين بريئين ف يعني السلاسل كمان يوم واحد فرشاء الاعتراض تتوقع السلاسل برضو هاي رايحة لأنه أنا معارف أنه سيف الأسود عين عليه هو سلاحي الجرهين والسطح عندي موجود فرجاته التبرئ ثاتي الاعتراض ثائر بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين هذا اللي قدامكم صبغ شعر أوكي واللون أزغف إذا في شخص ما صبغ شعره رح تموخذ منه شكل كامل؟ طيح لحوم تيرفون صبغ شعر وأزرق هل تي شخص ثاني يصبغ شعره؟ قال لي ما راح يصبغ شعره رح تموخذ منه ورقة وين تروح الورقة؟ رح تروح للأشخاص اللي يصابرون شعره ما عندي أي مشكلة أصبغ؟ ما عندي أي مشكلة تنخذ مني ورقة تموخذ منك ورقة تموخذ منك ورقة تموخذ منك ورقة نعم أنا عندي اسلاب الشخصية الأوراق اللي راح تطلع راح أختارها بنفسي أنا هل في شخص يبغ يصبغ؟ لا الشخص الوحيد لصبغ شعره هو فيرفون ورقة من عندك ورقة من عندك ورقة من عندك أنت راح تبقى بورقتين ما عندي مشكلة أنا عاربت في الخارج أنا إيش؟ أنت ليه جايبوا معنا هان قولها لا طعا والله إن ما طلعت والله هذه الثلاث أوراق اللي كسبتها في تحدي الجولها شكرا بسم الله أنا صبغ تشعري عشان أخذ الأوراق منه وفادتني بشكل مرة مرة كبير الآن أنا عندي السلسلة عندي الممر الخلفي المطبخ عندي خالد بيون عندي أبو السعد الحديقة الخالجية أنا بقول لكم شوي قبل ما أتكلم عن الأشياء اللي هم قالوا عنها والتحديلات اللي هم قالوا عنها أنا استخدمت الممر الخلفي وممر خلفي عندي أنا ولكن أنا ما أبخى أعرف إلا شيء واحد أنا قلت اسم وخاطرت في هذا الشيء لأن ما يهمني السلاح لأن أصلاً لا بقالي اللي سلاحين وأعرفوش السلاح فخاطرت باسم لأنه هو الوحيد اللي باقي لي في اللستة هذه خاطرت باسم فيروس وصهيب وراني إنه فيروس عنده ووصلت إلى نتيجة القاتل القاتل هو خشد ومئة لمئة غلطة راكان يوم أعترف أن إبراهيم العمري هو اللي شافه في ورقة سهيب هنا أنا ارتحت كان باقي لي فيروس وخشد وأبو السعد يوم صبغت شعري خدت ورقة أبو السعد من ريان أوه عندي ورقة سابعة مثل الصالة خدت أبو السعد فكذا يبقى لي خشد الآن باقي لي المكان والسلاح وأنا مخير بين الزرادية والسيف الأسود ولكن كقاتل ما أتوقع أنه ممكن يستخدم الزرادية ولكن لسه أحتاج أني أعرف وأشوفها بعيوني قبل ما أعطي الاختيار حقي خطتي الجاية أني لازم أعرف الأماكن وأشوف إيش الأماكن البريئة اللي عنده إذا قدرت أضلع الأماكن في الجولة الجاية رح أروح لإعتراف وعلى طول أقول من القاتل والسلاح والمواقع بالنسبة إلي أنا لأعطي 100% السلاح الجريمي السيف بالنسبة للشخص شاك بين شخصين الآن عندي أبو السعد أو خالد بلو وبالنسبة للمكان الجريمي للمكان الخلفي وفي مكانين إحنا ما سألنا عليهم ولا أحد من الشباب سأل عليهم اللي هو الحديقة وغرفة فيرفل هذو الدينتين عليهم صص بعطيكم الأشياء اللي فيها صص خلاص بعطيكم بخمن القاتل اللي مفروض يصير قاتل بعد تحقيقاتي وكلام محققين الفشل اللي معايا عرضت إنه خشب هو القاتل المكان عندي مكانين الحديقة والمطبخ المطبخ مصيبة مصيبة المطبخ يا جماعة والحديقة ولا السلاح السلاح خوفي في السيف الأسود أو الزردية يا الزردية يا السيف الأسود أو السلسلة السلسلة واحد من هذه بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا استعين إلى الجولة الثالثة يا جماعة الموضوع كل ما له ونصير أقرب وقر وأتوقع في احتمالات أنه في هذه الجولة تكون فيها اعترافات طبعاً أو ممكن بعد نهاية التحدي الثالث التحدي الثالث راح ياخذ ورقتين والورقتين راح تفرق طرق الشمس في أي وقت أنت تقول أقدر اعترف أقدر أقول الدليل الدامغ إذا قلت الكلمة هذه راح توقف في النص ورح تقولها بها إذا غلطت غلط واحد رح تطلع برا للعبة وإذا طلعت برا اللعبة رح تنكشف جميع أوراقِ لجميع بايك وتسابقين أوه ممتاز ممتاز صحيح انا سمعت التحقيقات اللي عندك مش راح تتهم بسم الله اول اشنا نريد مع سلاح جريمة السكينة السكينة مين الشخص يستخدم السكينة ريان بالمطبخ ريان بالمطبخ لا لا اقصد القاتل 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 هو ابو سعد ابو السعد ما عرف يتحرك ايوه اه بده اداة بسيطة حلو وكانت الضحية مسكينة تتفرج تتأمل وين؟ المناظر على السطح على السطح أمطعنوا وعملوا كده ونزلوا على الأرض وطاح وطاح ومات بسم الله الرحمن الرحيم اتهمصوا هاي أبو السعد استخدم السكينة في السطح وطاح من السطح وجاء إلى هذا المكان خلنا نشوف راكان راكان هل عندك أترار؟ مسالم أنا مسالم ما عندك أترار؟ نعم إيش؟ عبد الرحمن عندك أترار؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تعال عزيزي المتابع خلنا نشوف مع بعض إيش الاعتراف وإيش الشيء بسم الله مم 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 راكان راكان أه ألا وسهلا أنت الحين للشخص الثاني نعم وش اتهامك على إيش؟ أنا أرى الجولة الثالثة الآن اتهامي 90% أنتظر 10% في هذا الجولة الآن الذي يعرضني وشفت لم يعرضني وعطيني ورقب التبرئة سواء كان مكان أو سلاح أو شخص بوم اكتملت النتيجة تملت ما رأيكم بالكلام؟ كويسة كل كلام كلام صغير الله لو جابها الصح القاتل خشب برجع وأقول خشب القاتل خشب عزيزي المشاهد وبرجع وأكرر مرة ثانية أن السلاح هو السيف الأسود أنا قد كلامه صامع أو شيء ثاني في بالي والله أني محتر بإن سلاح أنت أنت أخترت السيف الأسود؟ بغير معلش يا أميش تختار أحتاج أغير عشان أتأكد من معلومة ممتاز أضحك أنت أضحك أضحك يا سطح أغير إلى مسدس المسدس أستخدم مسدس طيب وين فيه؟ المكان المكان المواقف المواقف نعم الخارجية نعم ما هو ما أقوله أنه صارت الجريمة في المواقف الخارجية نعم الصلحة الصوت نعم مشكلة طلق من بعيد ما كويس خشب طلق من بعيد خشب نعم دبح الضحية في المكان في المواقف نعم لا دخل شوي طيب ليش جرحوا إلى المكان ما جرح هو كان يتبع الشخص هذا إليه ما وصلوا ودخل إليه هنا يوم دخل إلى الباب قدر من يضخه فقط هو الجريمة حدثت في المواقف أنت تقول اي اي صح صح طيب ليش جرح إلى هناك؟ أه صح صح ورني شلو صلت الجريمة طبعا أنت الآن اللي هو الضحية أرى الضحية الآن أنا ألقات الخشب تمام ممتاز أنت دخلت؟ أنا أدخل أدخل أدخل؟ بكل بساطة أنا واقف هنا أنا واقف هنا أسر أنك تدخل طلعت من سيارتي طلعت من سيارتي ماذا؟ لا طلعت من سيارة وصلت إلى هنا قدرت أني أدخل تسحبت إلى النص حل حلو حسنا هذا كلام طيب اعتراض سؤال هل عندك اعتراض؟ لا ريان هل عندك اعتراض؟ أنا دعني أنك بتزل وتخوزني أنت تأتي عندي تكتب دوش تكتب لي طيب يا جماعة الخير اللي لازم تعرفه تكتب دوش أو المحق أو الأحمق أو الفاشل أخير استطولت أنك تأخر صح صح صادق صادق خايف أنت مين تسجل؟ أين ملاحظاتك؟ ملاحظاتي هنا المخ هنا 10 ألاف زيادة على بروح ممكن طيب ممكن تريني الأتراض أولت يا أخي شكرا سلم تأكد من السلاح الجريبة سلم علي شو خايف؟ سلم تأكد من السلاح الجريبة طيب دقيقة دقيقة هذا يبكي ليس يبكي؟ لا ما أنت حكيت سلاح الجريبة عرفنا أنه السلاح الفرجاكية أنه سلاح يعني مسدس أما من الرد الأول عندها الخط سجلون محاكمة 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 ركال أنت اليوم أخي أخي بيك شوية أنت مركز أنا على البالة لما أقول الشيء اللي قلته توقع أنه لا يدروا ماذا يعني فهذا أقوله لا أنا نعرف من الجولة الأولى يا حبيبي لا 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 مو سالف أن يعرفون من الجولة الأولى السالف أن أنا قلت السلاح أي يعني صاحب شكرا عطيتنا السلاح تأكد الآن الآن الدور عند فيرفول فيرفول صراحة المرعب والله أنا راح أقول شيء في شخص أنتم ناسينا مرة صاد وأنا أبغى أتأكد خالد بلو شكرا أنك تفهم أنا أتهم خالد بلو أنه لي قتل الضحية بالسلاح بالزرادية 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 في أي مكان تقول معي في أي مكان المطبخ نعم تحنو نشوف خالد بلو ذبح الضحية بالزرادية ليش؟ ليش؟ أقل سلاح شبهة ممكن أن يتبح فيك إيش لون ذبحها؟ أكثر شيء تكرت سوية في الزرادية إيش؟ طعن طرح لو تفتحها تقول فأطعن فأنا لما أجي وراك أبدو كده أيوة؟ طبعا أنا من أنوين بطلع لماذا أحسن أنك قلطان؟ لماذا ما شرمت؟ هذا الأمر جاء وطعانة هنا طعانة مسكعة تعرف خالد بلو رخم طعانة 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 هممم ما اليوم؟ ما اليوم؟ جمعة اليوم جمعة صح؟ طرح تفير الله هممم ببحها في هذا المكان ومشها لا تقلد مرة ثانية يا أغراضي مشا يدور أحد مشا مشا بس ما لقى مش مشا للحين مشا 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 الله يرحم أمكم أينكم؟ 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 يريد أن يذهب إلى أحد هنا يطلب النجدة لا تصف مات من كثرة النزيف مات من كثرة النزيف لأنه لا يستطيع يصرخ يبغيش من أي أحد مات مات هل أحد منكم عنده أحد؟ ويام عندك إعتراض؟ لمشي بالترتيب؟ أسهب صحيب عندك إعتراض؟ مات قوية دعا أوريك دعا أوريك أنا فوزتني نحين مع دور ريان ريان ما لديك؟ في الله عندي أشياء كثيرة فقليلة لكنها خوف لكن أنا أكد على شي اللي هو القاتل تأكد مننا مية في المية وهذه خذوها مني أيها المحققين تأكد منها يخضحكني القاتل هو خشم مئة في مئة اوكي اذا حكونا اوكي اوكي وش استخدم اي سلاح؟ علمني عطني دليلنا خشم كيف دليلنا؟ عطني دليلنا خشم ما احد احترم بخشم اي سلاح؟ اتبعها بسلاح السيف الاسود المكان المكان هذا السيف الاسود ماذا يحدث؟ الشخص الضحية كان يكلم بالجوال جاء خسب وقرر يغضر فيه والطعنة محارة طيب؟ بس والله لماذا اختار الضحية هنا؟ كان يصالفون هنا يعني؟ هو كان يكلم بالجوال ومعه طيب راحت الضحية الى النص ايه كيف راحت الى النص قل لي كيف؟ نفس المنطقة اللي أفهم حق في العالم تقولها صحيح؟ لا 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 احد فيها ايه جاء واحد من العيال اخذه استعام بصديق حلوة استعام بصديق هذا اللي هو القاتل عشان يبرع نفسه جاء شخص مجهول بالمبارضة دفاع على فلوس دفاع على فلوس حطوا الضحية هناك ومشى انترستن 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 سهيل هل عندك اعتراض؟ ما عندك ما عندك اعتراض عزيز المشاهد فكا عندك اعتراض؟ ما عندك اعتراض ما عندك اعتراض؟ ما عندك اعتراض؟ نعم بسم الله رحمن رحيم بسم الله طيب انا محتر من اثنين بس اقول واحد القاتل هو ابو السعد السلاح ممتاز نازلت مصر عليه وبرجعنا السيف الاسود المكان ما رح اغيره نهائيا المواقف الخارجية الخارجية نعم بسم الله رحمن رحيم طاكان اووريك الاجوبة طيب عشان اقولك انا متحديك على عشرة لفريا واضح انك صح 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 ولا لا صح انت اول شيء قلت القاتل تمام؟ لا تقول انك خارجي قلت قاتل و خشب كنت متأكد مني في البداية لماذا ترجعتها؟ طيب السلاح اللي مستخدمه السيف اه احنا احنا مكان الجريمة المسبي اول مكان اول مكان اول مكان 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 احنا احنا هذا هو الباقي احنا هذه اللي اكسبت فيها القضية لكن للأسف اتمنى توفق الباقي الشباب اقل لا احنا 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 اجماعة ركان طبعا اجابت غلط وقع باطة منافسة ما علي ان اتشوف عن الأوراق التي كانت معه ايه بالأوراق التي كانت معك ايش الاخيرة اثنتين ما احتاج اي 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 اول شيء ثاني راب شو نعرفه؟ لأنك غبي لأننا محبت خيلة صحيح لأنك غبي أم أنت وصلت المرحل فيه لقد كنت أرمي شورادي أنا أخبرك سألّم بحول لك عشرات تحدي الجولة الثاثة بسم الله تعالوا الصلاة في حال أن التحدي كان صعب سأعترف على طول يجمع هذا التذكير فقط للي ما صوت في الجوي أوردز رابط تحميل التطبيق للجوي أوردز في الوصف أضغطه وحمله وسجل تسجيل دخولي عن طريق جوجل ثم بعدها المؤثرين المفضلين ثم أضغط على اسمي وراحب كذا أنت صوتت لي والله يسعدك ويوفقك وكمل المقطع طيب يا جماعة الآن زي ما أنتوا شايفين قدامكم تحدي الجولة الثاثة تحدي القوست بيبر أنا بالنسبة لي يا بدر التحدي هذا أصعب تحدي ممكن أواجه هو التحدي اللي يطلعني من التحدي في حال أنك أكلتها راح تأخذ ثلاث أوراق من الفئة اللي أنت تبغاها سواء كانت فئة أماكن أو فئة أسلحة أو فئة أشخاص يعني أخذ ثلاثة من الضحايا تأخذ أي فئة إذا تبغى فئة الأماكن تأخذها أطلع لك ثلاثة أوراق أمش لا أبغى ثلاثة 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 جسعة أوراق ايه شك تأخذ الأوراق كلها نحن نلخة ويه نحن نحن فيه طيب أقدر أقسمها تأخذ كم يعني ثلاثة أسلحة وثلاثة أماكن أنت تأخذ ثلاثة أوراق بس وين؟ والله ما أكلها صهيب، راح تأكل؟ هتأكل؟ لا طيب، راح تشوف ستة أوراك وتختار الكمية العدد من الشخص هي تبغاها من ريان ولا تبغاها من صهيب يمديك تقسم يمديك تأخذها من شخص واحد اللي تبغاه تأكل؟ تأكل؟ لا تأكل؟ ستة؟ ستة أوراك كم شمع؟ لا طيب هذا آخر تطوير للأوراك ما راح أطوّر بعده إذا أكلتها راح تقفل لك فئة كاملة إيش الفئة؟ شخصتك يعني؟ أختر فئة سواء كان عن أشخاص أو عن أسلحة أو عن أماكن راح تقفل لك الفئة كاملة ولكن بشرط أنك تأكلها كاملة لا لا أسلحي مرحب لا 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 غلط صيب الله مرحب والله غلط صيب هيا لا مخي ما راح تتغيب؟ مرحب مرحب أنت ليس حبيبي لحظة أصبح لماذا تتذوقها؟ ما راح أكل اللحظة تتحرق أكثر أنا تعرفني أنا ما أدفع أكل هذا برّة يعني برّس أسلوب التحقيق كامل أنا عندي ألم وستحيل أني أكل هذا هذا عشان كذا إذا منهم ولا واحد منهم راح يأكل لمدة عشرة ثوانا لقمة واحدة لا إذا تبغل لقمة واحدة ستأخذها لقمة واحدة من فئة التي اختارها؟ ها؟ مرحب مرحب أيها ليس أنا أقل ستأكل؟ نعم بسم الله الله كذلك وتتأكلها برّا ستعترف الآن راح سيد بسرع طب وأنت تعالوا اللعنف وعلا نفاج الرحمن سيعترف عن الأشخاص والسلاح والمكان لكي تعرفون لماذا أنا محقق مرة كويس في كل راوند فيه واحد منكم كل شيء قاله أنا كاتب شوف لا لا كاتب كل شيء القاتل هو خشب والسلاح الذي استخدمه الحركة التي قمتها عليها قمتها عليك السيف الأسوأ لكن أنا محتار في المكان وللأمانة سأخاطر كنت سأقول عن غرفة فيفر كنت سأقول عن غرفة صهيد كنت سأقول المواقف كنت سأقول المسبح ولكن كل مرة يجيب طاري المسبح هو أقرب شيء للمكان هذا السيف الأسود في غرفتي ولكن الضحية ممكن يحب أن يسبحك القاتل خشب السلاح السيف الأسود حق المكان المسبح رب منك طلع أوراقك وش الأوراق اللي معك؟ حديقة الخارجية أوكي أبو السعد حالة بلو مسجل اكس كيف تقول اسوأ من اليوم؟ سلسلة ها لك المطبخ اللي أنا كاتم عندك الممر الخارجي اللي أنا كذبت عليك ومكبت لكم ان الـ أنت بعض السابين مفروك عليك الله لنذهب شاب القاتل السيف الأسود المسبح بغيت أزلك هنا تخريجين لوسانجوس هاي فاي هاي فاي هنا تخريجين لوسانجوس هنا تخريجين لوسانجوس أتمنى أنكم استمتعتوا في سلسلة زريمة القتل في فيلة مور لا تنسون اللايك والاشتراك وإن شاء الله أنها تعجبكم إذا أنتم محبّين هذه السلسلة أضغطوا زر اللايك اشتركوا وإن شاء الله أنكم تشوفون أجزاء أكثر وأكثر اشتركوا في القناة